السلام عليكم وعزيزي الله بالصفة السادسة الابتدائي نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع شرح وحل على الوحدة الثانية من كتاب الدراسات الإسلامية قسم الفقه والحكمة من مشروعية العيد وصلاة العيدين والدرس الثالث الحكمة من مشروعية العيد الحكمة من مشروعيته شكر الله تعالى على إتمام عبادتي الصوم والحج اظهار الفرح والسرور قالت أم المؤمن عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد ثلاثة تقوية أواصل المحبة بين المسلمين قدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يوما يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدى لكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أي يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر أبرز المظاهر التي أحبها في العيد ما المظاهر يا عزيز الطالب التي تحبها في العيد يمكن أن نذكر من هذه المظاهر التكبير في المساجد وصلاة العيد مع الأهل والأصدقاء أيضا من المظاهر التي يمكن أن يحبها المسلم في العيد الملابس الجديدة والهدايا وزيارة الأقارب والألعاب وغيرها نشاط عرفت أن إظهار الفرح والسرور يوم العيد مما يحبه الله ويرضاه بالتعاون مع مجموعتك عدد بعض المظاهر الحسنة للابتهاج بيوم العيد من هذه المظاهر التي تعبر عن الابتهاج بيوم العيد وهي مظاهر حسنة زيارة الأقارب والأصدقاء تهنئة الجيران والأهل بالعيد إظهار الفرح والسرور في العيد التطيب والتزين ولبس لباس جديد وإعطاء العيدية للأطفال الصغار هذه بعض مظاهر التي تدل على الفرح بيوم العيد التقويم أضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة عدم زيارة الأقارب في يوم العيد هذه عبارة خاطئة بل من أساسيات العيد هو زيارة الأقارب والأهل والأصدقاء وصلة الرحم من إظهار الفرح والسرور يوم العيد اللعب المباح هذه عبارة صحيحة نعم من حكمة مشروعية العيد صفاء القلوب وسلامتها نعم هذه عبارة صحيحة لأن العيد يقرب الناس من بعضهم البعض أعزائي الطلاب طلاب الصف الرابع نكون قد أنهينا هذا الدرس تابعوني ليصلكم كل جديد وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته